بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد تدريبات جميلة جدا على درس المغناطيس من اسئلة الكتاب المدرسي وأول سؤال في الكتاب المدرسي بيقول لي اكتب المصطلح العلمي المادة التي تنجذب للمغناطيس بدا من جذبت يبقى دي من يا ولاد المادة المغناطيسية سمع ولد بيقول الحديد لا في المصطلح العلمي نقول اسم العيلة ما نقولش مثال طب الحيز الموجود حول المغناطيس وتظهر خلاله القوة المغناطيسية بدا من قال الحيز يبقى ده مفهوم مين مفهوم المجال المغناطيسي نمرا جيم منطقة ولكن في المغناطيس نفسه تكون عندها قوة المغناطيس اكبر ما يمكن من هي المنطقة دي منطقة القطبان قطب شمالي وقطب جنوبي اقوى منطقة في المغناطيس نمرا دال حزر فزر من الادال اللي بتستخدم في تحديد الاتجاهات الاصلية الاربعة اقول له عرفتها البصلة اللي تم صناعتها على يد طبيب انجليزي اسمه ويليام جيلبرت سنة 1600 ميلادية مواد لا تنجذب للمغناطيس وفاجأ بان بعض الاولاد يقولهم الخشب والبلاستيك والزجاج اقول له ما تقولش امثلة في المصطلح العلمي امال قول اسم العيلة خشب وزجاج وبلاستيك وكرتون اوكي حط عنوان لكل العيلة دي يبقى العنوان مين يا ولاد المواد الغير مغناطيسية خلص السؤال الاول ونروح للسؤال التاني ضع علامة صحة وخطأ امام كل عبارة مما يلي نمر الف المغناطيسي الطبيعي هو احد خامات الحديد والمعروفة باسم الماجنيتايت او الماجنيتيت اقول له الاجابة صحيحة ده ده مفهوم حجر المغناطيس الطبيعي واللي اكتشف في مدينة ماغنيسيا اللي بعده يجذب المغناطيس جميع المواد اقول له الاجابة خطئة امالي يجذب مين لو عايز تصويب يجذب المغناطيس المواد المغناطيسية المواد المغناطيسية فقط وليس الجميع المواد نمرا جيم المجال المغناطيس مفهومه وهو الحيز المحب بالمغناطيس وتظهر فيه أصار قوةه المغناطيسية الإجابة صحيحة اللي بعده الأقطاب المغناطيسية المتشبهة تتنافر وغير المتشبهة يعني المختلفة تتجازب أقول له الجملة صحيحة المتشبهة تتنافر والمختلفة تتجازب خلص التاني ونروح للسؤال التالت وبيقول لي أكمل ما يلي الأقطاب المغناطسية المتشابهة شمالي وشمالي جنوبي وجنوبي يحصل الله إيه طالما متشابهة تتنافر طب الأقطاب غير المتشابهة إيه المختلفة شمالي وجنوبي جنوبي وشمالي أقول له تتا جاذب خلي بالك سهلة ومهمة اللي بعدها قطب المغناطس اللي بيشير إلى الشمال الجغرافي طالما شاور للشمال الجغرافي يبقى ده اسم مين اسم القطب الشمالي لو قال للجنوب الجغرافي يبقى القطب الجنوبي تحتوي البصلة على إيه صغيرة حرية الحرقة طالما ادها صيغة التأنيث وقال صغيرة يبقى نقول إيه إبرة مغناطسية صغيرة نقول عليها إيه إبرة مغناطسية طب لو كانت دا لها صيغة المذكر وقال صغير ما كنتش قلت إبرة وما لكت قلت إيه مغناطيس صغير خفيف حر الحرقة يعني الإجابة تفرق لا الإجابة صح ولكن هناك منها مؤنثة قلت إبرة مغناطسية لو صغير أقول مغناطيس صغير خفيف حر الحرقة الحيز الموجود حول المغناطيس وتظهر فيه القوة دا مفهوم مين مفهوم المجال المغناطيسي طالما شفت الحيز المحيط تعرف قدرة المغناطيس على إنه يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد قوته على الجذب يعني قدرته قدرته على الجذب يبقى اسمه إيه ناس كتير ما تعرفهاش القوة المغناطيسية يبقى أول ما نلاقي قوة أو قدرة يبقى القوة المغناطيسية نمرواو المغناطيس الطبيعي عبارة عن إحدى خامات الحديد فعلا المغناطيس الطبيعي إحدى خامات الحديد المعروفة باسم إيه الماجنيتيت أو الماجنيتيت طيب وده حجر المغناطيس الطبيعي اللي اكتشف في مدينة مغنيسيا قديما ده السؤال التالت من تدريبات الكتاب المدرسي كده خلص تدريبات الكتاب المدرسي انتظرونا فان في اختبار سلاح التلميذ على المغناطيسية ياربي يكون سهل وبسيط ومفهوم يلا يا ولاد نروح لي اختبار سلاح التلميذ على المغناطيسية والسؤال الاولان بيقول اكتب المصطلح العلمي قطب المغناطيس اللي بيشير الى الجنوب الجغرافي بدم الى الجنوب يبقى دمين يا شطار درافو عليكو كل اللي قال القطب الجنوبي عايزك تحرك لسانك معايا طب مين الحيز الموجود حول المغناطيس وتظهر فيه القوة طالما شفت الحيز يبقى دا تعريف مين المجال المغناطيسي نمرة ثلاثة المواد اللي بتنجذب للمغناطيس يجي ولد يقول الحديد وينيكا الويني ويني اقوله يا ولد قول اسم العيلة طالما اللي بتنجذب يبقى دا تعريف المواد المغناطيسية حجر اسود اللون يجذب الاشياء المصنوعة من الحديد اقوله دا الحجر الاصلي اللي احنا بنقول عليه المغناطيسي الطابيعي تمام لبعده اكمل ما يلي العدماء اسموا المواد حسب الجذب المغناطيسي الى قسمين مواد ايه ومواد ايه مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية لانه قال حسب الجذب يا ولاد طب الاقطاب مين تتجازب بدم تتجازب يبقى الاقطاب المختلفة او الغير متشابهة والاقطاب مين تتنافر طالما تتنافر يبقى الاقطاب المتشابهة اللي بعده قدرة المغناطيس على الجذب بدم قدرة وقوة يبقى دا تعرف مين القوة المغناطيسية السؤال اللي بعده البصل عبارة عن ايه حر الحركة هنا بصغة المذكر عبارة عن مغناطيس صغير خفيف حر الحركة حول مين حول ايه ثابت حول مركز ثابت اللي هو مين سن الارتكاز ينفع نقول مركز وينفع نقول سن ثابت النقطة الخمسة المنطقة اللي بيزيد فيها قوة الجذب عند المغناطيس منطقة يزيد فيها قوة الجذب بتاع المغناطيس اقوى منطقة في المغناطيس القطبان اللي بعده اختر الاجابة الصحيحة للمغناطيس ايه اقول له قطبان قطب شمالي وقطب جنوبي نمرة اتنين من الطبيب الانجليزي اللي صنع البصلة اقول له الطبيب الانجليزي ويليام جيلبرت سنة 1600 ميلادية مين في دول يعد مغناطيس طبيعي حلقي ولا ابرة ولا قضيب مغناطيسي ولا ماجنيتيت او ماجنيتيت اقول له الماجنيتيت اسم من اسماء المغناطيس الطبيعي يجذب المغناطيس المواد المصنوعة من ايه في الاختيارات اقول له النيكل والكوبلت اش معنى لانها من المواد المغناطيسية نجي لسؤال علل ونقوله شفوي ليه الحديد من المواد المغناطيسية لانه ينجذب نحو المغناطيس طب ليه الخشب من المواد غير المغناطيسية لانه لا ينجذب نحو المغناطيس سؤال الاخير معانا ضع علامة صح وغلط يلون القطب الشمالي للمغناطيس باللون الاحمر فعلا يا ولاد الشمالي بالاحمر لتمييزه عن القطب الجنوبي كلام جميل مقدرش اقول حاج عنه الشمالي احمر والجنوب ازرق عبارة صحيحة والتلوين للتمييز المطاط مادة مغناطيسية اقوله خطأ لانها لا تنجذب للمغناطيس مادة غير نمرة ثلاثة المغناطيس الطبيعي هو احد خمات الحبيل المعروفة باسم الماجنيتايت اقوله الاجابة صحيحة من خصائص المغناطيس ان عنده القدرة على جذب جميع المواد اليه اقوله الاجابة خطئة مش جذب جميع امال جذب مين بعض المواد وخاصة اللي نقول عليها المواد مين المواد المغناطيسية التي تنجذب نحو المغناطيس سؤال الاخير رسم والامتحان لا يخلو من الرسم جايب لي مغناطيسه ادي مغناطيس لقبين واحد شمالي وواحد جنوبي بس يا مستر ده مش محدد ده عامل لون ازرق ولون احمر اقوله كلام جميل الكطب رقم واحد واحدة هو اولاد ده واحد بدام ازرق يا مغناطيسية بتمييز اللي نحو السي رسم بالقبTer ده اتفاق بين العلماء الجنوبي ازرق لكن اللي اتنين احمر يبقى ده بيمثل الكطب مين الشمالي وقالنا galera احمر وذا ازرق للتمييز بين اللي اتنين طيب يرمز للقب واحد اللي هو الجنوبي بيرمزنوا بالرمز ايه جيم جنوبي طب هو بالانجليزي جنوب يعني ساوس يبقى إس يبقى ده بالعربي وده بالإنجليش لكن اتنين ده اللحمر القطب الشمالي يبقى شين طب بالانجليزي نورث آدي حرف الإن يبقى شين شمالي إن نورث جيم جنوبي إس ساوس واللي بتلغبط يفتقر دولة جنوب إفريقيا اسمه إيه بالإنجليش ساوس أفريكا يبقى بدأ بالإنجليش وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي